اللقاحات من أكثر الوسائل الفعالة في مكافحة الأمراض المعدية واتمنع مخاطرها كما توقف انتشارها هذا ما يؤكد العلماء في المجال الصحي ومع تسارع الخطوات نحو استعمال التلقيح ضد كوفيد-19 تتباين الأرى وتختلف حول الإسعداد لتلقيها لا اللقاح طالما أنه إدارة الصحة متاعنا معانتها توافق عليه هنا اللقاح ماذا بي من حبش اللقاحات؟ عليه عليه ما ممكن يخلفش حاجة هكا بعد مدة فهمتني لكن صحي يعني وخارج من تحت خبراء متأكدين منهم عليش لي أنا متعرفش عليه عشنو التأثيرات المتعود وهذا تلقي حذا حاجة جديدة معنا ديشا هكا في ساحة ترعوه وخرجوه إفوديوتو الأمراض العالمية الكل كما الجدري كما هذوم القوليرا القولها العلماء القولها مشي وحدها اندثرت يزم البحث العلمي يكون بواجبه الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي أكدت أن دخول التلقيح إلى أي بلد يتطلب جملة من الضمانات اللي نجم نقوله كونه مهما بلاد وزارة الصحة فيها تعمل ضمانات بتاعت تلقيح شن هي الضمانات هذه هي كونه التلقيح هذا يكون عنده ترخيص من عند منظمة الصحة العالمية احنا في تونس عنا لجنة كاملة قاعدة تشتغل ويشرف عليها معهد باستور لي هو معهد عريق وهي بقدرة ربي تثبتنا وما الدخل لنا لتونس كان تلقيح عنده بريكاليفيكاسون أوامس ترخيص من منظمة الصحة العالمية ويتعدى الملف متاعه على إدارة الصيدلة والدواء وياخذ الترخيص متاعه ويقتل عنده الجوش ترخيص هذوما يولي تلقيح مضمون الجانب اللوجستي عنصر مهم في ضمان نجاعة التلقيح هو يتمثل في سلسلة التبريد وفق الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عنا قرابة 250 دائرة صحية فيها سلسلة التبريد حاليا ما نتصوره هاش تكفي قاعدين ندعمه فيها وبقدرة ربي في حاشتين يمشيوا مع بعضهم متوازين التلقيح اللي يعطي سلامة وما يضرش الناس وسلسلة التبريد اللي تضمن نجاعة التلقيح وفق المصدر ذاته فإن دراسة تم إنجازها مؤخرا لتحديد مواقع الضعف في سلسلة التبريد وقد تم إنجاز منهجية للإصلاح وهي حاليا في طور التنفيذ ترجمة نانسي قنقر